تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يقول هل يوجد دعاء مشروع يعين على رد الضالة لا أعلم أنه ورد في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هي مقولة لبعض أهل العلم يقولون إن من يردد قول الله عز وجل ووجدك الضالة فهدى كررها أنه يجد الضالة وأن هذا مجرب وبعضهم يقول اللهم رد علي ضالتي اللهم يجابع الناس اليوم لا رأيب فيه رد لي ضالة هذا من منتشر لا أبس بهذا الأصل في هذا والمهم لا يعتقد أنه سنة والعبادات والأدعية ليست توقفية بإمكان الإنسان يدعوه بأي دعاء لكن المهم أن لا يعتديه بالدعاء يدعو بقضاء حوائجه فعندما يدعو بقضاء حوائجه يتبدو دعاء من عنده ليست دعاء توقفيا فالدعاء ليست توقفيا فعلى ذلك لو قال اللهم رد علي ضالتي لو قال أتى بأي عبارة فيها الدعاء برد هذا الشيء المفقود أو حتى لو قرأ أيضا وجدك الضالة فهذا بالنية رد المفقود فالعلماء لا يشددون في هذه المسألة يقول الأمر فيه ساعة البعض الشيخ الكلم يحدد مثلا رقم سبع مرات لا التحديد احتاجها دليل إنما يقال يكررها حتى يجدها هذا المفقود لا تحديده لإستخدام مرات لإستخدام مرات لإستخدام مرات لإستخدام مرات لإستخدام مرات لإستخدام مرات